السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم المولى يا اصدقائي اتمنى ياربي تكونوا بخير اهلا ومرحبا بكم احمد طالح وبتحديثات جديدة ولقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي والابداعي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت واليوم راح نتكلم عن تحديث اوضيف الى اصدار الفين ستاعش يلي نحن منثبته على جهاز الكمبيوتر وليس تلاتمية وخمسة واتين هذه التقنيات موجودة من سابقا او التحديثات في اوفيس تلاتمية وخمسة واتين لكن تم ادراج الان واعتمادة وتشغيلها بشكل جميل في الاصدار الحديث من برنامج باوربوينت الفين وتسطاعش وهي كيفية ادراج الرسومات السلاسية الابعاد وتم تزويدنا بالعديد من القوالب ورح نبدأ اليوم يعني بتصميم تطبيق عملي بسيط ورح نشوف كيف نتعامل مع هذه الهدوعة طبعا نحن لو توجهنا الى قائمة وعندي اه موديولز رح نشوفها هون ازا عندك قوالب اه طبعا جاهزة او ملفات جاهزة لصور سلاسية الابعاد فيك تختار من هون ونحن عم نتكلم اه مباشرة من داخل الجهاز او من داخل عفوا البرنامج اه يمكن تحميل قوالب للعديد من الاشكال والصوريات سلاسية الابعاد. خلنا نتعرف اليوم عن الكيفية وبعض منها ناخد تطبيق عملي. على سبيل المسال رح نختار وليكن هذه الاسمايلات او ورح تشوفوا اشكال جميلة جدا جدا جدا. خلنا نتكلم يعني وليكن اه مسلا انا بصراحة قبل شوي كنت عم اجرب هذا الاموجي انقر على مفتاح الانسيرت. رح ياخد شوية وقت ونشوف تم الادراج مباشرة الى صورة سلاسية الابعاد ومن كل جوانبها. يعني انت هذا المفتاح في المنتصف لما رح تنقر عليه رح تعمل استدارة ثلاثية الابعاد بشكل جميل للغاية. ايضا ممكن نحن نعمل الجاهز يعني في عندي حركات جاهزة لهذه الصوريات. على سبيل المسال خلني اختار هذا التأثير. رح نشوف كيف رح تكون الحركة لشكل ثلاثي الابعاد. طيب او ربما اختار التأثير التاني. طبعا عندك دخول وتوكيد وانهاء ونفس المبدأ. وايضا اللي كل تأثير في له خيالات حركة بتختار كيف بتحب تكون الحركة يمين يسار للخلف. يعني لحظوا الان القفز اش ما اجمله. اما موضوع تخصيص الحركة فمتله متل اي حركة انت بتضيفها على الجهاز. او عفوا على البرنامج ضمن انشاء العروض التقديمية. خلني اختار يكون عندي مع السابق ونعمل مسلا تكرار الحركة. تمام خلنا نشوف موضوع التكرار حتى نهاية الشريحة على سبيل المسال. والسرعة وكل شيء. نحن لما راح نشغل راح نشوف الموضوع تلقائي وراح يضلوا عيد نفسه. متل ما انا شايفين بالضبط. طبعا هذي صوريات قابل للتكبير والتصغير وكل شيء يخطر على بالك. خلنا نعمل يعني اه مساحة زمنية اكتر. طبعا ونشوف الحركة ببطء كيف راح تكون. واش ما اجمله يا اصدقاء. يعني هذه التركيات الجميلة تعطي طابع رائع جدا وبساعدك اساسا في او الاحياء. فينا نقول انصح التعبير على الشرائح وبتظل التفاعلي وتجد انتباه بطريقة اكبر. انا كنت ام جحز هذه الصورة من موقع. طبعا صورة الفضاء. راح نختار نسخ الصورة وناخد تطبيق عملي لحتى ما اوطيل عليكم كتير بهذا اللقاء. ونشوف كيف ممكن نحن نحسن نعمل اه يعني اه فينا نقول درس مباشر بمزايا فقط البرنامج. رح يطلع معنا درس جميل. خص يعني بالذكر انت عم تكلم مسلا على موضوع الفضاء واللي يكون على سبيل المسال. فهذا اللي والله اللي استحضرني فقلت ان احضر لكم هذا المسال. فبترجع الى و اشكال في عندي هون اه مجموعة خاصة يعني اسمه او الفراغ. اه او الفضاء. عفوا لنصح التعبير. مسلا عندي طائرة. عندي رجل الفضاء. وعندي كرة ارضية. تمام. انقر على وانتظر لفترة زمنية بسيطة عبما يتم تحميل هذه صوريات من الانترنت ويضمنها الى شريحتنا في برنامج باور بوينت. طبعا للان بعد ما تم التحميل رح نعزل الكائنات عن بعض البعض. عندي الكرة الارضية. اه عندي رجل الفضاء. خلنا نجيبه لهون. وعندي الطائرة. ومنشوف انه كل يعني صورة صورة متحركة. بمعنى انه يمكن تسليط او تدويرها باي مكان بيخطر على بالك. يعني مين يسار اعلى واسفل. يعني فيك توجهه بالطريقة اللي بتناسبك نفس الموضوع. الكرة الارضية. متل ما انا شايفين. تمام? ونفس الشيء طائرة. يعني على سبيل المثال وليكن بهذا الشكل. وفيك تعمل او حركات يعني لأي عنصر بدون عناصر فيك تعمل الحركات. يعني لو نقرت على الكرة الارضية. طبعا رح يشوف هون الموديلات اه او طريقة عرض يعني الى الكرة الارضية. وليكن خلني اختار. تمام? اه موضوع هو اللي انا الآن. يعني هذه الحركات اللي انت ممكن تشاهدها. اه موضوع التوكيد والمغادرة. اذا حبيت تتفعل عنصر الحركة. تمام نفس الشيء موضوع الطائرة. في عندك ايضا حركات. الان خلينا نشتغل نحن بدون استعراض حركة فقط رح لدتك الحركة على الرجل الفضاء. نختار هذه الحركة مثلا. تمام متل ما انا شايفين. طيب اه رح اخليكن عندي اياه مع السابق. هذه الحركة لرجل الفضاء ان هو يسبح بالفضاء. وبجعل لها تكرار طالما نحن موجودين بالشريحة. بجعل لها تكرار طالما نحن موجودين بشون? بالشريحة. واختار اوكي طبعا نحن بيمكننا نزيد المدة الزمنية. خلنا نزيدها من هون. اعتقد يعني هي الصرعة جيدة لا بقس فيها. رح نشغل العرض الان ونشوف كيف رح يكون العمل اه او تأثير الشكل نفسه اه لما نشغل العرض من الشاشة بالضبط ونبدأ بالعروض. رح نشوف هذه الجمالية يا اصدقائي بهذا الشكل الحركة المستدامة على الشاشة. تماما. الان رح نستفاد من ميزة تانية بيقدر لي البرنامج هو تأثير المورف. تأثير المورف حتى نصنع درس تعليمي متكامل فقط بهذه العناصر. يعني على سبيل المسال خلني اسحب الكرة عرضية لهون. وعندي رجل الفضاء خلنا نعطي يعني مساحة اقل يعني نصغر شوي من من الحجم. وليكن على سبيل المثال بسحبه لهون. وعندي مسلا طائرة مغادرة او او جاي باتجاه الكرة العرضية. يعني وفيك تعمل اي حركة كمان. اي اتجاه. وليكن بهذا الشكل. على سبيل المثال. تمام. اه لنشوف مورش في عندي حركات للطائرة. ازا تحب تطبق حركات تعطي جمالية اكتر. حسب الفئات العمرية يلي امامك. بتشوف اشياء جميلة للغاية بصراحة. تمام? واللي يكون خلني اختار في تقل شوية على ما يبدو في الجهاز. تمام? هذه الحركة لا بأس بها. جميلا. ممكن استعراض الطائرة من خلالها. على العموم خلني اختار للتأثير. وخلاص اترك الموضوع بدون اه بدون حركات فقط لرجل الفضاء. اه راح ننكر على الشريحة باليمين نختار ديبليكيت سلايد. ديبليكيت سلايد اي شريحة تانية من نفس المكونات تماما. راح نغير شوية امور. يعني انا مسلا راح نكبر الكرة الارضية. خلني اسحبها الى هذا المكان مسلا. اه عندي الرجل الفضاء اه راح اغير له اتجاهه او منظوره يعني مسلا يكون معي بهذا الشكل. ومنكبر مساحته كمان شوي. تمام? واللي يكون بهذا الشكل. الطائرة نفس المبدأ بيمكانك تغير طريق تعرضها وحجمها وكل شيء ونسحبها الى مكان اخر. نفس المبدأ بعمل ديبليكيت سلايد. طبعا انت بهذه الاسناء اه تكتب النصوص والفقرات المراد يصالها يعني اه كفقرات العلمية الممكن يصالها لطلابك او جمهورك ضمن هذه الدروس. تمام. بنرجع الان خلنا نزغر. خلنا نزغر. الكرة ارضية نجيبها لهون. ورجل الفضاء كمان بنعمل اه استدارة الى بطريقة عكسية. وليكن على سبيل المسال. تمام? نزغر شوي مسلا من اه الحجم الطائرة. راح نجيبها على هذا المكان. تمام? ومنعمل استدارة الى وليكن بهذا الشكل. انا مش راح اطول معاكم كتير. انت فيك الان تطلق المخيلة بشكل كامل لانتاج افكار غاية بالجمالية. وتسرد ضمنها النصوص. فبتلاحظ انو عندك محتوى جميل ومتميز للغاية. قدمت لك يعني شركة مايكروسوفت ضمن التحديث الاخير لبرنامج بوار بوينت. الان راح نحدد كل هذه الشرائح. وبتوجه الى الانتقالات ونختار تحويل مورف. شو منختار? تحويل مورف لكل اه الشرائح. طيب الان راح اجي الى شريحة رقم واحد. ونشغل العرض التقديمي. ونشوف الحركة كيف صارت معنا. وكيف راح هنتقل الى شريحة التانية والتالتة. ونستعرض تحريك الاشكال باستخدام تأثير مورف. طبعا متل ما انا شايفين ايحاء الحركة الجميل. انت يمكن استعراض النصوص او ازا عندك صوت او ما شبه زلك. الفكرة لما انا راح ضغط على مفتاح لاحظ هذه التغيرات. تمام? لاحظ اه لاحظ الاستدارات اللي عمالة بتطير. وهذا الموضوع اللي يعطي شيء جمالي اكتر. طبعا راح عامل الان موضوع بالعكس. تمام? بالموضوع بالعكس. لاحظ الان الشيء الجمالي اللي بيقدم ليا البرنامج. لما ندرج الصوريات بهيئة تمام? ومتل ما تكلمت عندك عناصر كتيرة ممكن الاستفادة منها. يعني عنا عناصر جدا كتيرة يمكن الاستفادة منها. خلني اختار اه نيو سلايد شريحة فارغة. واحزف كل هذي الشرائح. مش هرح اوطيل عليكم كتير. لكن والله الموضوع يعني جميل للغاية. فما حبيت اني انا اطيل عليكم كتير اه في تقديمهم. ففقط لحتى نستعرض ونشوف هذه المجموعات. هذه المجموعات اللي تعطيني يعني شيء جميل حقا. خلني اختار الاسماك. شوف شوف يا عندي كمان هون. وليكن على سبيل المسال. واخد مفتاح الانسيرت. تمام? لحظة هذا الشكل الجميل. فيك تحرك كمان يعني باي زاوية. وتشاهد السمكة وهي تطلع من المي باي حتة. تمام? انت بتشوفها. طبعا في خيارات كتير. هذه الخيارات او طريقة العرض. يعني انصح التعبير. طريقة العرض. كيف تحب تكون. وتضع الصورة بمكان معين. تحب تعطيها احاق حركة بسيط. الحركات الاعتيادية الموجودة. هذا اللي اتيح الان ضمن البرنامج. مبارسة كان راح يتم التحديس موضوع الخاصة بكل شكل بشكله. تمام? لكن بغض النظر في عندك تأثيرات تانية فيك انت تطبقهم. لكن الفكرة لطريقة عرض آآ صورة سلاسية الابعاد بشكل جميل. وباي زاوية من زاويته بامكانك انك تعرضها. بصراحة الموضوع شيق وجميل للغاية. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللايق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوا لي من التفاعل والدعم. فتلزوا عنك الخير ان شاء الله. والقاكم على خير ودمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة